أقيمت في كنيسة بئر السيد العذراء في بيت ساحور بفلسطين صلاة البراكليسي بحضور جموع غفيرة من المؤمنين ومن أشهر العجائب التي حدثت في هذه البئر التي حفرها النبي عقوب هي شفاء راهبة يونانية بعد أن شربت الماء من هذه البئر التي أقيمت عليها هذه الكنيسة منذبت هنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوى زارت المكان وعدت التقرير التالي في هذه الكنيسة الصغيرة بحجمها والكبيرة بعضمتها كنيسة بئر السيد العذراء أو المعروف ببير السيدة في وسط مدينة بيت ساحور مدينة الرعاة أقيمت صلاة ورتبة البراكليسي لكنيسة سيدة الرعاة للروم الكاتوليك في بيت ساحور ترأسها الأب سهيل فخوري راعي الكنيسة والشماس حنى أبو سعدة وبحضور أبناء الرعية حيث كانت وقد قدمت الصلاة من أجل المرضى والمحتاجين والمسافرين وكل من يشكو من ضيق من هنا ومن هذا المكان المقدس يتوافد المؤمنون من كل أنحاء العالم لشرب المياه المقدسة من البئر لأخذ البركة بقوة الإيمان وطلب الشفاء من الأمراض اليوم حبينا نعمل صلاتنا هنا في بير السيدة بير السيدة هو مكان وزار كمان مش بس مكان كثير كثير جدا مقدس بيحكوا أنه مريم العضراء وهي هاربة من بيت لحم إيجت وقعدت هنا وشربت من ميته والمي البير هنا ما بتفضى بالمرة لا صيف ولا شتا فحبينا نشكر هاي الأم العظيمة عا كل نعمها وإحنا عمنا نتهيأ لتأبينها بعد كم يوم نحكي لها عن جد شكرا لإلك كتير إحنا كلاتنا ولادك وإحنا بعيد رقاد السيدة بنتعلم منها درس كثير مهم إنه كل إنسان عمثال والدة الإله كان بالفعل محب لهذا الإله يسوع المسيح بتتبع تعاليمه يبشر فيه وبقدمه هو كمان نفس الشي حتى لو جسده نال فساد بس روح مش راح تنال فساد راح ينتقل للحياة الأبدية وآخر شي بحب أنا أشكر نورسات لدائما مرفقيتنا بكل صلواتنا بكل فعالياتنا شكرا كثير وقالله يقوي جميع اللي بشتغلوا فيها صلوات البراكليسي هي صلوات التعزية لدائما نطلب شفاعة أمنا مريم العدرة فينا كشعب فلسطيني وكمسيحيين في هذه الأرض المقدسة وفي رعايانا لأننا كنا محتاجين للإيمان كنا محتاجين للرجاء كنا محتاجين للمحبة وكنا محتاجين كلنا مرضى بحاجة لشفاء فهي أمنا تتشفع فينا لدى ابنها ومخلصنا يسوع المسيح لكي يتشفع فينا وكون دائما معنا فإننا دائما إذا لاحظتم في التراتيل دائما إحنا أيتها الفائقة قدسها ولا خلصينا نطلب إنها تتشفع فينا إنها دائما تكون حد ولادها زي ما وصاها ابنها يسوع المسيح يمحكى على الصليب يا مريم هذا هو ابنك ليحنى فيحنى فذلك المشهد هو مثل البشرية وأول شفاعة لمن يقولون أن العذراء انتهى دورها إحنا نقول لهم من هذا المنبر أنه أول شفاعة بشرية لستنا مريم والد لله هي في عرسقان الجليل عندما فرغ الخمر فمن لا يكرم مريم العذراء لا يكرم ابنها يسوع المسيح وفي نهاية الصلاة تم مباركة وتبخير الأيقونة وطلب الشفاعة للجميع فيا والدة الإله التي ولدت لنا المخلص المسيح اشفي من أمراض الأجسام ومن أثقام النفوس المبادرين بشوق إلى وقايتك وسترك الإلهي لنورسات مارلن الحدوى من بئر السيدة العذراء بيت صحور